موسيقى نبدأ من اليمن وتطور الأهم كان في العاصمة صنع أكثر من 130 قتيلا هم محاصلة الهجمات التي استهدفت مسجدين يتردد عليهم الكثير من أعضاء جماعة أنصار الله وكان رجل الدين والقيادي والبارس في الحركة الحوثية المرتضى المحطور من بين القتلى منتسبون لتنظيم الدولة الإسلامية أعلنوا عبر حساب على تويتر مسؤولية التنظيم لتصبح تلك المرة الأولى التي يتبنى فيها التنظيم مسؤولية هجوم في اليمن منذ إعلانه وجود فرع له به في نوفمبر 22 الماضي لكن التساؤل الأهم الآن ماذا بعد الهجوم وما الذي يمكن لتنظيم الدولة الإسلامية إضافته على المشهد اليمني شديد التعقيد أصلا يأتي هذا التصعيد الذي استهدف مسجدا ومركزا تابعين للحوثيين يديره معالم الدين البالس في الحركة المرتضى المحطور الذي قتل في الاعتداء يأتي لتعميق الانقسام الخطير الذي تشهده الساحة اليمنية منذ الخريف الماضي وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها مساجد تابعة للحوثيين الشيعة في صنعاء بتفجيرات بهذا الحجم كما يعد المرتضى المحطور أبرز علماء الشيعة في اليمن وأحد مؤسسي الحركة الحوثية والمنظرين لفكرها وتسود حالة من الإضطرابات والاحتقان صنعاء منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على المدينة أواخر العام الماضي كما تشهد العاصمة اليمنية مظاهرات تدعو إلى خروج قواتهم منها وقبولهم بما تقتضيه مخرجات الحوار الوطني الذي يهدف إلى تقاسم السلطة ووضع حد للصراع في البلاد طبعا هذا الإعلام الذي صدح به ما يسمى بداعش أو الطنطين العرهابي الذي أفكد ما ذكرنا منه منذ فترة وما نحن نفضل له من مشروع أجندة دولية لمحاولة إسقاط النموذج العراقي والسوري والليبي وفي هذه الأجواء ذكرت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن المضادات الأرضية وأنظمة الدفاع الجوي في القصر الجمهوري بمدينة عدن تصدت لطائرات حربية حلقت في سماء المدينة وحاولت قصف القصر الجمهوري فيها مجددا وكانت وحدات عسكرية في الجيش اليمني في الجنوب وفي سبا أعلنت تأييدها للرئيس عبد الرب منصور هادي والتزامها بتوجيهات اللجنة الأمنية العليا في عدن والتي تقضي بعدم تلقي أي توجيهات من رئاسة هيئة الأركان في صنعا التي يسيطر عليها الحوثيون كما اتخذت القوات البحرية في عدن وحضرموت أوضاعا قتالية ويقول خبراء عسكريون يمنيون إن مواجهات عدن التي جرت الخميس بين وحدات من الجيش مسنودة باللجان الشعبية الجنوبية المؤيدة للرئيس هادي وبين قوات الأمن الخاصة التي كانت موالية للرئيس السابق علي عبد الله الصالح والحوثيين تعني عمليا انقسام الجيش اليمني إلى قسمين قسم في صنعاء وعدد من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون وحليفهم صالح وقسم تحت سيطرة الرئيس هادي ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي في محافظات الجنوب وتعز والبيضاء والجوف ومأرب وهو ما يهيئ الأوضاع لتفجر موجة جديدة من الصراع بين الرئيس هادي والقوى التي تدعم شرعيته من جهة والتحالف القائمة على الأرض بين الصالح والحوثيين من جهة أخرى سعد الدوسري بي بي سي معنا منصر حامد البخيتي الكاتب الصحفي وفي الأستوديو الدكتور سمير الشيباني المحلسي أهلا بكم دكتور الشيباني دخول تنظيم الدولة على خط الصراع الدائر في اليمن منذ الإعلان عن تواجده في اليمن انتظر كثيرون أن يقوم بعملية ما وقعت اليوم عدد كبير جدا من القتلى العمل ذو طابع طائفي دخول التنظيم بهذا الشكل كيف يمكن أن يعيد خلط الأوراق أو يعزز ربما من الاستفافات الموجودة أصلا ملك كنا دائما نقول أن التأخر في معالجة الوضع السياسي في اليمن وعدم الحسم في مسألة الانتقال السياسي سيؤدي إلى تصاعد الإرهاب وهذا الذي حدث بالضبط الآن أضيف عنصر قديد بعد ما تشكلت مسألة العلاقة بين جماعة الحوثي وهما رقل قز أصيل من الثورة كانوا وعلي عبد الله صالح وهو رأس نظام الفساد والاستبداد تشكل ما يشبه الحلف الطائفي للأسف الشديد دون وعي من المجتمع بدأ المجتمع يتصرف على هذا الأساس ولهذا دخلت القاعدة وتقسطت أيضا خلافاتها لم نكن نسمع عن داعش في اليمن بدأنا نسمع عن داعش تكررت تقريبات داعش والنصرة في سوريا في اليمن مقددا وقد تكون جماعة القاعدة أو داعش أدركت أن هذه اللحظة التي يمكن أن تنقح في حشد حاضنة شعبية كبيرة إلى جانبها في منطقة التواجد السني وهذا الذي حدث اليوم أعتقد أن هناك حلقات اختراق هل باعتقادك فعليا يمكن أن يجد تنظيم الدولة أذنا صاغية في المناطق السنية؟ الحثيون منذ فترة وهم يقولون الرئيس عبد الربو منصور هادي هو الذي ألف جماعة الحشد الشعبي أو اللجان الشعبية دعنا نقول وهم عناصر فيهم من القاعدة كما كانوا يقولون سمعت أكثر من قيادة يقول هذا الأمر إلى أي مدى باعتقادك؟ فعليا يمكن أن يجد تنظيم الدولة الإسلامية أذنا صاغية بأنه لا اليمنيون السنة دعنا نقول لأسف العنوان طائفي اليوم لن يقعوا في حبيل كهذه للأسف الشديد في غياب الرؤية الوطنية لدى كل الأطراف قد يؤدي الأمر إلى اختراق القاعدة من هذه الزاوية لأن هنا الاستخدام الغائي لعنصر القاعدة للأسف الشديد في اليمن كل الفرقاء السياسيين منذ 2011 كلهم لديهم علاقات واسعة مع القاعدة بكل على طريقته هذا الاستخدام الغائي لعناصر القاعدة هو الذي أدى إلى استشراء الخطر وهذا الذي خلق بيئة حاضنة للقاعدة وأدى لانتقال القاعدة في الجزيرة العربية لتكون الهيدكورتر للقاعدة في المنطقة المركز الرئيسي تقريبا سيد حمد البخيتي إذا لم تتدارك جماعة أنصار الله الحثية طبيعة التحالف الذي يجمعها اليوم مع رئيس عبدالله عبدالله صالح تحت العنوان الشيعي ينظر إليه كثيرون بهذه الطريقة ربما سوف نرى كثير من هذه التفجيرات على النمط العراقي كما بات يتحدث كثيرون اليوم برأيك هل تعيد جماعة أنصار الله حساباتها بعد هذه الليلة؟ أولا نعزي اليمنيين في الحادثة الأليمة التي حصلت اليوم الشعب اليمني التي تستهدف الإنسان اليمني بشكل عام والتي جاءت نتيجة للتسويق الاعلامي والسياسي الطائفي الذي يسعى لتسويق اليمن بمرحلة طائفية كما تقومون أنتم ليس هناك أي طائفي في اليمن نحن لا نسوق طائفيا إذا هذا ما قصدت إذا قصدت هذا فلنحن لا نسوق طائفيا تفضل الوسائل الإعلامية التي تسعى للتسويق عطفي لو كنا نسعى لنسوق طائفيا لم يكن لدينا ضيف من جماعة أنصار الله في كل مرة نناقش فيها موضوع اليمن تفضل أكمل لو سمح كما قلت لك الجريمة التي حصلت اليوم تؤكد بأن الأعمال أو الحوار الجاري وخطوات هذه تأتي لقطاء لاستهداف الشعب اليمني عن طريق هذه الجرائم البشعة التي ترتكب وما الحوار الجاري في موفمبيك إلا أعطاء مزيدا من الوقت لكي ترتكب هذه الجرائم والتي كانت تستهدف الشعب اليمني من قبل ولا زالت تستهدفها بوجود قطاء ليبقي العملية السياسية في موضع لا حل اليمن اليوم يعيش والحل من وجهة نظرك ما هو أن يسلم البلد لأنصار الله الحل من وجهة نظري أن أن الشعب اليمني سوف يستكمل إجراءاته الصحيحة وسيفشل هذا المشروع الذي يستهدفه المشكلة سيد حمد البخيتي بس دعني أستوقفك هنا طالما أنه جماعة أنصار تصف نفسها بالشعب اليمني هناك مشكلة أنتم من تصفون الشعب اليمني ومن تسعون لتسويقه طائفيا على حزاس لا تقول أنتم أرجوك نحن هنا وسير الإعلامي ونحن نناقش هذا الموضوع أنا لست طرفا في هذا الصراع كل وسائل الإعلام اليوم تستهدف الشعب اليمني وتسعى لتكسيمه وتفريخه كل وسائل الإعلام الخارجية تسعى لتفريخه وتسويق الجريمة الطائفية اليوم وسائل الإعلام هي من احتلت صنعاء أيضا وسائل الإعلام هي من أخرج الطائرة وقصفت القصر الرئاسي في عدن احترموا الدماء التي سفكت اليوم احترموا الشعب اليمني الذي سفكت من جميع أبناء الشعب اليمني والذي يتألم منها كل أبناء الشعب اليمني بمختلف مشاربهم السياسية والفكرية الشعب اليمني يرفض هذا المشروع التسويقي للطائفية وسيدحره قبل أن يأتي إلى اليمن وعليكم أن تستخدموا لقاء أفضل من هذه اللقاء الطائفية نحن نعرف تماما اللقاء التي نستخدمها سيد البخيتي لو تخرج من هذه النقطة لأنك استنفدتها نتحدث عن ماذا سيفعلوا أنصار الله هل سيستدركون موقفهم السياسي هل سيتحالفون مع أطراف أخرى سيأتون إلى الحوار ماذا سيفعلون بعد أن دخل تنظيم الدولة الإسلامية على الخط هذا شأنهم أنصار الله أنا أتكلم هنا باسم الشعب اليمني بصفة إنسان يمني أنتمي إلى الشعب اليمني وإلى الجلدة التي قتلت اليوم من أبناء الشعب اليمني بسبب التسويق الإعلامي والسياسي والدولي الذي يستهدف الشعب اليمني ونسيجه الاجتماعي بهذه المصطلعات التي استخدمت في العراق واستخدمت في سوريا واستخدمت في كثير من المناطق العربية تسويق لمشاريع طائفية تستهدف الإنسان العربي وتنأى تحمي إسرائيل وتستهدف المكونات العربية والمجتمعات العربية وكي تكون إسرائيل في معزل عن هذا الدوامة التي تحدث اليوم في الشرق الأوسط وهنا أتحدث باسم الجريمة التي ارتكبت باسم الإنسان دعني أسأل بس دكتور سمير الشيباني قلت لك النقطة هذه وصلت إذا كان هناك نقطة أخرى نناقش فيها ولكن دعني أسأل دكتور سمير الشيباني بالنسبة لرؤية المشهد طبعا جماعة أنصار الله عزفت على وتر أنها تقاتل القاعدة في اليمن وأنها تحمل هذا اللواء وأنها تقوم بثورة شعبية وعلى هذا الأساس قامت بكل ما قامت به اليوم استهدافها من قبل تنظيم الدولة البعض حتى ذهب القول أن إيران هي وراء هذا الموضوع نظرية مؤامرة بشكل من الأشكال إلى أي مدى يمكن أن يشكل حافز لتغيير سياسي في المشهد اللي يوصل تقريبا لمرحلة اقتتال أو طريق مسدود كما حدث بالأمس في الحقيقة ليست لإيران علاقة فيما حدث تصاعد الأمور في اليمن هي التي أدت إلى هذا الأمر مثل ما أشرتي حضرتك محاولة الإخوة في حركة أنصار الله استغلال فزع أمريكا والغرب من التعصب السني من القاعدة من الشيعة من السنة في العالم كله قالهم يجتهدوا لتسويق أنفسهم باعتبارهم القوى الوحيدة القادرة على مواجهة هذا المد التكفيري اللي هو مد خطير ومدان من قبل الجميع استندوا في هذا إلى ركون الأمريكان والغرب إلى القوة التي أعدوها لمكافحة الإرهاب وهي تحت سيطرة علي عبدالله صالح ولأن علي عبدالله صالح الآن يعيش حالة وئام في تصور مؤقت مع جماعة أنصار الله لأنه لا يمكن أن يختلط الزيت والماء على الإطلاق الحوثيون خرقوا بثورة حقيقية ولكن بعض المزالق وفي الحقيقة الشعارات الأيديولوجية المغرقة بالأيديولوجية والحديث بلغة النعام عدم توصيف الواقع كما ينبغي توصيفه عندما نتحدث عن البعد الطائفي للصراع في اليمن نحن نحاول أن نوصف واقع الحال حتى نواقهه بشكل إيجابي كنا منذ وقت طويل نطالب الإخوة في حركة أنصار الله بطرح مشروع وطني لإنقاذ الوطن من السقوط في مهاوي بأتقادك هل يستطيعون فعل ذلك؟ كانوا يستطيعون لكن تحالفهم مع علي عبدالله صالح حدد قدرتهم إلى حد كبير على هذا النحو وأفقد المناط الأراضي التي تتواجد فيها أغلبية شافعية أفقدها الثقة بإمكانية هذا التحويل هناك تعاطف من القاعدة الشعبية السنية مع الشعارات الثورية التي رفعتها حركة أنصار الله لكن هناك تخوف من طبيعة الممارسة السياسية التي تتم بالتناقب بين الشعارات وواقع التحالفات التي تنتهي ومن هنا كان السؤال اليوم وأرجع لي سيد حامد البخيتي أنه جرس الإنذار ألن يدق اليوم أو يقرع لدى جماعة أنصار الله هاتفك لو سمحت لن لا تستعملوا خلال الحوار لأنه يشوش على الاتصال أهلا أهلا دعم كما قلت لك اليوم في كل منزل في اليمن باكية اليوم في كل منزل في اليمن شمال وجنوبا باكية بسبب هذا التسويق للاختلافات السياسية التي تعطي قطاءا للعمليات الإجرامية الإرهابية لاستهداف أبناء الشعب اليمني بمختلف مشاربهم السياسية والفكرية هذا التسويق للاختلافات وهذا المطلة في الاختلافات هي محاولة لإمداد هذه العناصر الإجرامية التي لا تعترف بالإنسان ولا تحترم الإنسان أي أن كان مشربه السياسي أو الفكري إلا بالقتل والدمار واليوم كل أبناء الشعب اليمني كلهم بدون استثناء شمالا وجنوبا في كل منزل يبكون إما بسبب سقوط شعيد أو بسبب سقوط جريح بسبب هذا التسويق لو تحلل معي في السياسة سيد حمد البخيتي بعيدا عن الإنشائيات نحلل في السياسة أنصار الله اليوم هل يعيدون رسم حساباتهم السياسية ليس هناك أي خلاف سياسي الخلاف السياسي قائم على أساس التغطية الإعلامية ربما نتحدث هنا عن بلدان مختلفة شكرا لك حمد البخيتي الكاتب الصحفي من صانعة دكتور سمير الشيباني أبقى معك الواضح أن هناك مشكلة في فهم الموضوع لسيد حمد البخيتي نتحدث عن ضرورة أن يحدث شيء ما ضرورة أن تعاد حسابات سياسية ما نحن نتحدث عن حوار الرياض برأيك دخول التنظيم الدولة الذي يعادي جماعة أنصار الله يعادي المملكة يعادي الأطراف السياسية الأخرى السنية حتى في المشهد السياسي اليمني هل يعزز من فرص حدوث هكذا حوار ولا أنه لا يعني تبدو جماعة أنصار الله مرتاحة على وضعها لا جماعة أنصار الله للأسف شديد تشددت في موقف من الحوار في الرياض لكن أعتقد أن تبدل الأمور على الأرض سيؤدي إلى الضغط عليهم أولا لفكر تباطهم بعلي عبد الله صالح أولا الأخ البخيتي يلمح دائما إلى أننا لم نعزي أنا كنت على قناس قبل أن أتي إليكم وعزيت من داخل قلبي بشهداء كلنا نعزي بكل أحد يقتل لنبدل اليوم كله لكل الأبرياء الذين يسقطوا في كل الساحات ومن أجل أن يحس بألم أنا أعزي بمقتل المحطوري وأعزي بمقتل الخيواني وأعزي بمقتل الشباب في المساقد والأطفال الذي راحت ضحية دون مبرر منطقي لكن الذي يحدث في حقيقة الأمر هو أن التعصب في الموقف السياسي القائم على أساس دوغما مريضة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر ونحن في طريق بس الدوغما المريضة هنا أليست يعني إذا جاز استخدام هذا التعبير وأنا لا أستخدمه أستخدم تعبيرك دكتور شيباني ليست على الضفتين على الضفتين بالكامل أي تصور مبني على أساس إيديولوجي متحقر هناك الطرف الآخر أيضا يرفض وجود يرفض الاعتراف بجماعة الحوثي على أن هي لاعب أساسي وهم اليوم بات في المشهد بحكم الأمر الواقع وليس بحكم أي شيء آخر من أجل إنصافة الحقيقة الأمر ليس كذلك مع الآخر الرئيس عبد الرب منصور هذه لأن عبد الرب منصور بعد أن سيطر الحوثيين على صنعاء أعطاهم منصب مستشار رئيس جمهورية ووافق على تقنيد عدد كبير منهم وكان على استعداد كامل للتعامل معهم إلى الحد الذي كان حليفهم اليوم علي عبد الله صالح يتهمه بأنه هو من سهل سقوط العاصمة صنعاء وكان كل الأطراف تتهمه بأنه هو من تعامل مع العوثيين لتسليمهم صنعاء الرئيس عبد الرب منصور لا أتحدث عن الرئيس هنا هل المملكة العربية السعودية اليوم التي تعرض حوارا في الرياض ترضى بوجود الحوثي لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي في اليوم؟ بالتأكيد لا لكن ما أعلنوا السعودين أنهم يرحبوا باشتراكه في الرياض ولو حتى هذا الترحيب قاء من زاوية المراهن على أنهم سيرفضوا المحاولة لكن هم أعلنوا ونحن لا نستطيع أن نتناول ما في الصدور أو ما في النوايا إنما ما هو ظاهر؟ ما هو ظاهر؟ القوة التي تمثل الآن الطرف المعادي للحوثيين وعلي عبد الله صالح إن فتحت على الحوار دون ضغوط ظلت الجماعة الحوثية وعلي عبد الله صالح مصرين على الحوار في موفم بيك إلى أنا اليوم تنكر له لأنه اتضح لهم أنه غير قادر على إنتاج حل حقيقي شكرا لك دكتور سامي الشباني المحل السياسي وشكرا موصول لحمد البخيت الكاتب الصحفي من صنعاء